مرحبا بكم هذه الحلقة الثانية من سلسلة خمس معلومات زراعية سريعة وبسيطة الحلقة الأولى للأسف لم تتجاوز نسبة المشاهدة 3000 وهذا رقم صغير جدا بالنسبة لقناة تضم 130 ألف مشترك رغم ذلك سأستمر في نشر هذه الفقرة إرضاء لرغبات عدد لا بأس به من متابعين والذين طلبوا مني الاستمرار بدون إطالة نبدأ بالمعلومة الأولى أو النصيحة الأولى لا ننصحكم بشراء البذور من مواقع النات وخاصة الغير موثوقة الحمد لله لا أجد مشاكل في الحصول على البذور مع ذلك قررت تجربة مدى صلاحية ومصداقية موقع علي إكسبرس مثلا فوجدت أن 90% من البذور تكون غير صالحة ولا تنجح زراعتها فنصيحتي لكم اشتروا البذور من مواقع موثوقة والأفضل لو اشتريتها مباشرة من محلات بيع البذور وهي متواجدة في كل المدن والمحافظات ثانيا بعض المبتدئين يزرعون بذور نباتات زينة كالزينية أو القطيفة أو الأقحوان مثلا ويعتقد أن أزهار هذه النباتات ستستمر معه لسنتين أو أكثر وهذا خطأ فالنباتات التي ذكرنا هي نباتات حولية يعني أنه في أقل من سنة نزرع البذرة وتنبت وتنمو وتزهر وبعدها تموت ويجب علينا إعادة زراعتها السنة القادمة أما إذا أردت الاستمتاع بأزهار تدوم طويلا فعليك بزراعة النباتات المزهرة المعمرة كالأضاليا والجزانيا والأفريكانديزي والوينكا والسيكليما أو بخور مريم الخلاصة أن النباتات تنقسم من حيث دورت عمرها لثلاثة أقصى نباتات حولية، نباتات معمرة، ونباتات تنائية الحول المعلومة الثالثة أن بعض النباتات تساعدنا على التخلص من الحشرات فمثلا للتخلص من الدباب ننصحك بزراعة نباتات تحتوي على الزيوت كالنعناع وورق الغار والخزامة وللتخلص من الناموز فالنعناع البري وشجرة الكافور هم الحلان الأمثل أما التعابين والزواحف فنبات الشيح يفي بالغرض بينما البابونج والنعناع وحشيسة الدود تمنع اقتراب الفئران من البيت رابعا، فتحت الصرف أسفل الوعاء من أهم عوامل نجاح النباتات المنزلية ودورها هو تصريف ماء الري فلا تنسى أخي المزارع هذه الثقوب لأن ذلك سيؤدي لبقاء الماء داخل الوعاء ويسبب تعفن الجذور وموت النبات خامسا، نحن الآن في نهاية فصل الخريف ونلاحظ أن أشجار اللوزيات والعنب والسفاحيات والتوتو والمشمش مثلا، تساقطت أوراقها فهل تعلم عزيز المشاهد أن سقوط أوراق تلك النباتات ضروري لبقاء الشجرة على قيد الحياة؟ كيف ذلك؟ بكل بساطة خلال فصل الشتاء يكون النهار قصيرا والجو بارد يعني أن إنتاج الغداء والطاقة يكون قليلا فتضطر الشجرة للتخلص من أوراقها كي يكفيها الغداء خلال هذا الفصل لكن قبل التخلص منها فهي تمتص كل المواد الغدائية من الورقة وتخزنها في الجذور فسبحان الله إذن أصدقائي وصلنا لنهاية هذه الحلقة أتمنى أن تتركوا في تعليق مداردكم عن هذه الفكرة شكرا للمتابعة إلى اللقاء شكرا للمتابعة